لاعب منتخب العراق السابق صالح سدير في حديث خاص لموقع العراق قائلا المنتخب الوطني أمام عمان لم يكن جيدا ولم نستغل الأرض والجمهور من الصعوبة تأهل المنتخب العراقي إلى كأس العالم مع كاساس وهو ليس الرجل المناسب لقيادة المنتخب الوطني كاساس الحظ واقف بجانبه ولم نشاهد أي تغيير معه في قيادة المنتخب قرار عامر لاعب نادي الشرطة في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا أقسم قسم بأن راضي شنيش الأفضل بكثير من كاساس وحتى عبد الغني ومؤمن سليمان أفضل من كاساس بالجوانب الفنية أنا شخصيا غير مقتنع بأداء المنتخب الوطني مع كاساس حتى أن نادي الشرطة يقدم أداء أفضل من المنتخب الوطني وسائل إعلام سعودية مشدة كلامية في غرفة الملابس بين رونالدو ولويس كاسترو بعد نهاية مباراة يوم السبت الماضي أمام الأهلي تبعد المدرب كاسترو عن الاستمرار مع النصر يازن والنعيمات يتعرض لإصابة رفقة ناديه الجديد العربي القطري والإنباء تشير إلى غيابه لمدة شهرين حسب الإعلام القطري وهذه الإصابة سوف تغيبه عن مواجهة المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم علي الحمادي يغيب عن مباراة إبسويتش تاون ورايتون في في الدوري الإنكليزي الممتاز وذلك بسبب عدم الجاهزية لديه بعض الكدمات تعرض لها في مباراة العراق والكويت غياب رونالدو عن مباراة الشرطة والنصر بسبب تعرضه لوعكة صحية بحسب ما صرح رئيس نادي المصر السعودي مفاجئة كبيرة للجماهير العراقية المتعطشة لمشاهدة رونالدو في أرض العراق يلعب وفي الوقت نفسه ستكون طفرة نوعية من أجل دخول آلاف الصحف والإعلام الأجنبي إلى الأراضي العراقية من أجل نشر الصور الجيدة عن العراق لكن آل سعود لا يحبون الخير للعراق وذلك لعدة أسباب توضيح من اتحاد الكرة يوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم أن مسألة بيع تذاكر مباراة فريق الشرطة والنصر السعودي في البطولة النخبة الأسيوية هي من مسؤولية نادي الشرطة حصرا ولا دخل للاتحاد فيها لا من بعيد ولا من قريب وإن كل من يحاول ربط الاتحاد موضوع التذاكر له غايات مبيتة الغرض منها خلط الأوراق لتحقيق مصالح فئوية ضيقة علي جاسم في قائمة الاحتياط لنادي كومو أمام بولونيا في الدوري الإيطالي في مباراة الأمس التي استطاع رفاق علي جاسم من الفوز في المباراة وأن علي جاسم لم يكن جاهزا بسبب تراكم الكدمات مدرب كومو الإيطالي الإسباني سيسك فبريغاس في حديث عن عدم إشراك علي جاسم قائلا اللاعب العراقي علي جاسم لاعب موهوب ولكنه يحتاج للتأقلم أولا عليه بتعلم اللغة والاندماج رويدا رويدا والأهم من ذلك هو التعافي التم يجب أن يكون اللاعب في أتم الاستعداد من جميع النواحي أختار الدولي الجزائري جمال بعمري موقع المستديرة الرياضية للإدلاء بتصريحات خاصة بشأن قضيته مع نادي الشرطة العراقي حيث كشف أسباب تركه للفريق ووضع شرطا من أجل العودة إليه كما وجه رسالة جميلة للشعبين العراقي والجزائري ومشجع القيثارة لقب نادي الشرطة على وجه الخصوص ورفض كذلك الرد على مشرف النادي بعد الاتهامات التي وجهها إليه وطفت قضية الدولي الجزائري على السطح بعد خروج وهاب الطائي مشرف نادي الشرطة إلى العلم وإدلائه بتصريحات اتهم فيها اللاعب بمغادرة الفريق من دون علم الإدارة ودع كذلك بأن اللاعب طلب أمورا غير لائقة على حد تعبيره وبعد فترة وجيزة من إطلاقه لهذه الاتهامات نشرت وسائل إعلام عراقية أخبارا كشفت فيها عن استقالة الطائي من منصبه في نادي الشرطة ولكن من دون صدور أي بيان رسمي حتى الآن من الفريق يؤكد ذلك جمال بعمري يوضح سبب تركه لنادي الشرطة وأوضح بعمري في تصريحاته لموقع المستديرة الرياضية سبب تركه نادي الشرطة مؤكدا بأنه لم يقم بذلك بسبب الاتهامات الموجهة له من طرف مشرف الفريق وهاب الطائي مشددا بأنه اتخذ هذه الخطوة بسبب عدم توفر الظروف المناسبة والمواتية له في النادي وقال المشرف يتحدث عن بحثي عن أمور غير لائقة في العراق أنا لعبت في المستوى العالي لمدة عشر أو أحد عشر سنة ولم يسبق أن حدثت لي هذه المشكلة في جميع الدول التي لعبت فيها وتابع لقد لعبت في خمس بلدان لعبت في فرنسا والسعودية والإمارات والجزائر والمغرب والحمد لله لم يسبق لي أن حدثت لي هذه المشكلة وقبل كل شيء أنا شخص متزوج ولدي بنت وكشف بعدها اللاعب الجزائري عن سبب تركه لنادي القيفارة وعودته إلى بلده بالقول ظروف العمل لم تسمح لي بالعمل في نادي الشرطة الآن أنت لما تجلبني للعب مع الفريق يجب أن توفر لي الشروط المناسبة أنا لم أطلب المستحيل طلبت أمورا أساسية فقط وواصل جمال بعمري طلبت شريحة اتصال وطلبت كذلك المواصلات لأنني قد أحتاج شيئا أذهب لاقتنائه وطلبت سكنا مريحا وأي لاعب محترف يطلب هذا الأمر وأكد المدافع الجزائري أن مشكلته مع الشرطة ليست مالية حيث قال مشكلة في نادي الشرطة ليست مالية والإدارة واللاعبون وباقي الأشخاص في الفريق استقبلوني بطريقة جيدة وأعجبني الوضع من هذه الناحية وأنا فاجأني فقط هذا المشرف واستمر جمال بعمري في سرد أسباب مغادرته للفريق العراقي بقوله أنك لا تستطيع أن تجلب لاعبا وتضعه في مسكن مؤقة هذه الظروف لا تجعلني جاهزا بنسبة 100% وهذا هو السبب الذي دفعني لمغادرة الفريق ولم يستطع المشرف قوله بالعمري تربية وأخلاقي لا تسمح لي بالرد على مشرف نادي الشرطة ووصف جمال بعمري تصريحات وهاب الطائي المشرف في نادي الشرطة بالطائشة وغير المسؤولة وقال لموقع المستديرة الرياضية هذه التصريحات من هذا المشرف طائشة وغير مسؤولة وحسب الله ونعم الوكيل ورفض الدولي الجزائري الرد على تصريحات الطائي موضحا بأن أخلاقه وتربيته لا تسمحان له بالقيام بذلك وذلك بقوله أستطيع الرد على مشرف نادي الشرطة ولكن تربيتي وأخلاقي لا تسمحان لي بالقيام بذلك إنه في عمر أبي وأنا لا أستطيع التقليل من احترام شخص كبير في العمر وتابع تعرضت للقذف ولكن لن أرد لأنني رياضي أملك تربية وأخلاقا أنا رياضي يتابعني الأطفال الصغار والرجال والنساء الكبار ويحترمونني ويجب أن نكون قدوة في هذا المجال وأردف جمال بعمري بقيت في العراق مدة 48 ساعة فقط بعد عودتي من معسكر نادي الشرطة في مصر ولا يمكنني أن أطلب من المشرف أمورا غير لائقة وأنا لا أملك حتى المواصلات ترجمة نانسي قنقر